لازلنا مكملين بس لأسف وصلنا في آخر فقرة في مجموعة إنسان مع فنتنا الكبيرة والقديرة نواء الكويتية ما حسيت بالوقت أنا جد يوالله ولا أنا والناس وكلنا ودنا نمدد الحمد لله بس وقت البرنامج وعمومنا نحن عندنا تمديد شوي يعني الناس شعروا فيه هذه المنطقة وفقرة الأسنسير هي اسمعيني اليومنا وانتي اليوم كنت في عيننا اليومنا أينك سالمك الله يسلمك إن شاء الله استمتعتي أكيد اليوم بسأل السؤال لماذا الكويت لها فترة طويلة لم تنتج فنانين جدد لهم جماهرية عالية نحن نحكي لما نتذكر الكويت عبد الكريم عبد القادر صحيح نوال الكويتية عبدالر رويشد نبيل شعير فن كل شيء شامل حتى التمثيل التمثيل في جيل طالب صحيح طبعا حيز علوم مني الشيء أكيد في فنانين كويت لكن نحكي إحنا عن جماهرية عن مسرح مليان عن ناس موجودين في كل العالم حفلاتهم ما هي السبب من وجهة نظرك؟ هناك فنانين على ما قلت الحين يعني توهم باديين وتوها يمكن يعني بادي نجوميتهم بعدهم ما نقدر نقول عنهم نجوم كبار يعني يفترض أن نحن نعطيهم وقت ليش أنا أقول لك يختلف الوقت عن هذاك الوقت حقا في أصوات وايد كثير في أصوات وفي محطات وايد حتى والمحطات قاعدة يعني تحط أشياء يخذ الواحد يضيع يعني حتى لو فيه صوت حلو ومتميز وهو مشتهد يضيع يبيه لوقت حتى يخب تروحها صحيح لكن أنا محنين أتكلم عن نجوم صفحة فيه نجوم فيه نجوم من الدعم يعني أكثر من ما يجب لكن أنا أحكي عن نجوم مثلكم من زمان مرة يعني حتى في التسعينات ممكن طلع ناس يختفوا لازل ذاكرتنا كلنا في الخليج العربي العالم منحصلة في أربعة فيه علي فيه ناس ما عندها حضور يعني فيه أصوات حلوة بس ما عندها حضور يمكن يكون هذا السبب بس فيه فنانين بالكويت فيه فنانين طبعا فيه بس صحيح ما وصلوا للصف الأول من أقرب ملحن لنفسك غير مش على العروج هذا الحبيب لا حتى الحانة مش على القريبة مني لا جدا أكيد يعني أنا أراك ترى هو صاحب نقلة في طبعا طبعا في ستايلك الغناعي تفقد يعني هذا بالعكس هو صاحب نقلة في الموسيقى الخليجية بصراحة أنا هو ما يحتاجش هاتي لكن أنا أقول الحقيقة صحيح بس غير مش على لأنه لو قلتي مش عال بيفسرونه أنه حبيبي بزوجي لا من أول هما الناس يدروني أنا أحب الشغل مع مشعل كنتي يعني ما استغني عنه من أقرب كلهم اللي ثابتين عندي قراب عندي يعني قراب حسهم مثلا ناصر الصالح قلت لك أنا رابح ناصر ورابح نفس الحس نفس الشي وناصر بزيادة بعد ناصر أنا أقول لك كل ما تقول حلو ثقنا الراشد الخضر في أول شي بالتالي غال حبيبي الله أرحمه هذا غير هذا كنت في عيني اليوم مرة ثانية أشكرك عينك سالمة أنا سعيد جدا وأنا وايد مستنسر ما تتخيل الله وفعلا فعلا ما حسيت بالوقت وحسيت فعلا أني أنا في بيتي ولأول مرة أنا دايما طبيعتي أطلع في اللقاءات بس اليوم خذيت راحتي بزيادة طول عمرك بيتك إن شاء الله ما حد زال أحب أذكركم ضيفي غدا هو المشاكس والصحفي السعودي الكبير والقدير عثمان العمير موفقية ألقاكم موفقية اشتركوا في القناة